ملابسات ومعلومات وتصريحات جديدة حول قضية الصحفي محمد العبسي الصحفي الاستقصائي الذي قتل مسموما بعد إعداده تحقيقا صحفيا استقصائيا يتناول اقتصاد الحرب والسوق السوداء وقطاع النفط فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن وفي تقريرهم الصادر بداية هذا العام تحدثوا في إحدى فقراته عن قضية اغتيال الصحفي العبسي التقرير وجه الإدانة للحوثيين محددا سبب الاغتيال مع ذكر أسماء الشركات المتورطة في فساد النفط وأسماء مالكيها والذي كان العبسي بحسب التقرير في صدد كتابة تحقيق استقصائي حول فساد الحوثيين في مجال النفط المذكرة الرسمية التي حصل عليها العبسي قبل اغتياله أشارت إلى صفقات لقيادات سياسية حوثية في قطاع النفط تؤكد ضلوع قيادات ميليشيا الحوثي في قضايا فساد تقرير لجنة الخبراء الدوليين ذكر بأن محمد عبد السلام فليتة وزير خارجية الحوثيين ورئيس مجلس شبكة المسيرة وملاك شركات يمن لايف وأويل برايمر وبلاك جولد كانوا موضوع تحقيق العبسي الأخير لم تنضي حياة الصحفي محمد العبسي هدراً إذ قدم خلالها العديد من الأعمال التي ساعدت على كشف الجهات والشخصيات التي تقف خلف معاناة المواطن اليمني ونهب ثروات الوطن رحل الصحفي العبسي إذن تاركاً حزناً وحسرة كبيرة في الوسط الصحفي وأفراد أسرته الذين ينتظرون الكشف عن خفايا جريمة الإغتيال الفاجعة التي انصدم بواقعها الشارع في الداخل والخارج